السيدات والمنظمات الدولية السيدات والسيدة الحضور الكرام يسعدني تواجد معكم اليوم في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لقد جاءت رؤية مصر 2030 لتركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر ويعد تغير المناخ واحدا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم بسبب التهديدات التي تفردها أثار تغير المناخ على التنمية المستدامة والتي تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه وبالتالي ستؤثر على الأمن القومي حيث سيعاني العالم من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى وعلى الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز ستة من عشرة في المئة من إجماد انبعاثات العالم فإن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للأثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية وهو ما يؤدي إلى إضافة تحدي جديد إلى مجموعة التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030 حيث تولي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر السيدات والسادة لقد أبدت مصر دائماً الالتزام والجدية على المستوى السياسي تجاه مكافحة تغير المناخ من خلال الموافقة والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس فضلاً عن الحرص على تقديم التقارير والإبلاغات الدورية المطلوبة فعلى المستوى المؤسسي فقد تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وهو المجلس الذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة تغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبزولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة في جهود التخفيف من الإنبعاثات وعلى صعيد إجراءات التكيف مع تغير المناخ تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية لتضع إطاراً عاماً لتحديد المشكلات في كافة القطاعات المتأثرة والعمل على زيادة مرونة المجتمع في التعامل مع المخاطر وتأثيرها على مختلف القطاعات وتحديد الإطار العام للتكلفة المطلوبة لمعالجة تلك الآثار كما أنه جاري إعداد خطة التكيف الموطنية والتي تهدف إلى تيسير إدماج إجراءات التكيف بطريقة متماسكة في سياسات وبرامج وأنشطة قائمة وأخرى جديدة لا سيما في عمليات واستراتيجيات التخطيط التنموي بجميع القطاعات كما يجري الانتهاء من إعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لمساعدة متخذ القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ واتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفة وكذا جذب فرص تمويلية لبرامج ومشروعات التكيف من الجهات الدولية ويضاف إلى ذلك مشروعات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المصرية ومشروعات تحلية تلميات وتبطين الترع وتفعيل الإنذار المبكر وكذا برنامج مرونة النظام الغذائي في صعيد مصر لبناء نظام غذائي وزراعي مرن يتيح للفلاحة التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية للحد من مخاطر هذه الآثار وإيجاد آليات للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية على الأسر الريفية بمحافظات الصعيد أما على صعيد مساهمة مصر في جهود خفض الانبعاثات فقد تم انتخاذ العديد من الخطوات مستوضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار منصق ومتناغم بالإضافة إلى تبني استراتيجية للطاقة المستدامة لمصر 2035 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروعات طاقة الرياح ومشروعات الطاقة الشمسية والتي أبرزها مشروع بنبان بأسوان والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهايدروجين الأخضر والأمونية وغيرها ومشروعات النقل المستدام كمتر الأنفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة وكذلك زراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج ومشروعات الإدارة المستدامة والزكية للمخلفات كما يتم الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات الحضور الكرام لقد جاءت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية بأهداف طموحة تشمل تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وتخفيف الأثار السلبية المرتبطة به وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية بالإضافة إلى تحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي وكما تم مراعاة الاتصاق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030 حيث ستساهم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ودمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومعيير الاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية وتعزيز تنافسية السوق وزيادة التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء كما تضمنت الاستراتيجية حزمة من المشروعات الجاذبة للتمويل في مجالي التكيف والتخفيف السيدات والسادة تمثل جائحة كورونا والأزمات العالمية الراهنة تحديات جديدة تضاف إلى التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري بسبب تغير المناخ ولكن تسعى الحكومة المصرية إلى التخفيف والاستفادة من هذه المحنة من خلال تشجيع الاستثمارات والمشروعات الصديقة للبيئة ولعل أهم المبادرات الحكومية في هذا الصدد هي السندات الخضراء التي تتيح تسهيلات لتنفيذ تلك المشروعات حيث نجحت مصر في الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار بما يضع مصر على خريطة التنمية التمويل المستدام كما تم إعداد الإطار الإرشادي لإدماج البعد البيئي بنسبة معينة في مشروعات وخطط الدولة وختاماً فإنه يسعدني ويشرفني أن أعلن لكم اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التزاماً من الدولة المصرية بالمساهمة الفعالة في جهود مكافحة تغير المناخ كما أجدد التأكيد على أن مصر لن تألو جهداً خلال رئاستها المقبلة لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدولة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ كوب 27 في السعي الحديث والدقوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة وشكراً لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسأزن حضركم بإطلاق بصورة رسمية الاستراتيجية الوطنية للتغييرات المناخ شكراً دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على هذه الكلمة وعلى مجهود